قطعت الإمارات الطريقة على مسعى للحل مع قطر أفشلت في اللحظة الأخيرة إنجازاً يقول ترامب إنه يطمح لتحقيقه في تسوية الأزمة الخليجية أشهر من المباحثات لم تؤدي إلى رأب الصدع الخليجي المستمر منذ ثلاث سنوات شبكة فوكس نيوز الأمريكية أفدت في هذا الصياق بأن الإمارات عطلت الأسبوع الماضي اتفاقاً خليجياً بوسطة أمريكية لإنهاء الحصار على قطر بعدما كان في متناول الأيدي ونقلت عن مصادر لم تأتي على ذكرها أن أبو ظبي طلبت من الرياض في اللحظات الأخيرة وقف الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لحل الأزمة كما أوضحت فوكس نيوز أن الاتفاق كان سيعيد حقوق الخطوط الجوية القطرية في اجتياز المجال الجوي الإماراتي والسعودي ما يصب في هدف ترامب بحملة الحصار القصوى على إيران نظراً لأن قطر تدفع رسوماً مالية لإيران للتحليق عبر مجالها الجوي إلى الشمال وأكدت القناة الأمريكية بحسب مصادرها أن التأجيل الذي تسببت الإمارات به حرم إدارة ترامب انتصاراً حاسماً وصعباً في السياسة الخارجية بالشرق الأوسط من شأنه تقوية موقع الولايات المتحدة ضد إيران الخطوة الإماراتية في إفشال أي مصالحة خليجية تطرح تساؤلات كثيرة أبرزها هل فعلاً وقفت أبو ظبي في وجه رغبة ومبادرة واشنطن أما جرى كان بإشارة مبطنة منها وما هو الدور الذي باتت تؤديه الإمارات في المنطقة وعلى حساب من من حلفاء واشنطن وهل باتت الحليفة رقم واحد للأخيرة في الخليج مناسبة هذه الأسئلة مجاهرة لإمارات بالتطبيع مع إسرائيل وبدورها الواسع المنافس للسعودية في اليمن والسيما في الجنوب وتدخلها بشكل مباشر في الصراع الليبي دعماً لخليفة حفتر وفي أزمات أخرى تعيشها المنطقة